اشتركوا في القناة 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 كوردي عضو مجلس دارة اتحاد الكورة طبعا بتارى دول الاثنين وثلاثين بمباراة بترو جيت والبنك الاهلي وفوز بترو جيت واحد سفر بهدف نصفة شبيطة ايضا مفاجأة في الكاس ودائما زي ما بنقول المفاجأات موجودة في كاس مصر خصوصا في الادوار الاولى من الفرقة اللي ممكن تكون انت يعني تكون مش متخيل انها ممكن تكسب فرقة زي طلعة الجيش والجونة مباراة الجونة وطلعة الجيش فوز الجونة 2-1 على طلعة الجيش وخروج طلعة الجيش من دور الاثنين وثلاثين وطبعا حالة من الحزن بتنتبب طبعا كابتان احمد سامي واللعبين نتيجة خروج الفريق من كاس مصر ايضا النصر والدخلية وفوز الدخلية 1-0 ثم الانتاج الحربي وبترول السيوت وفوز الانتاج الحربي 1-0 ووادي دجلة وكفر الشيخ وفوز الوادي دجلة 1-0 ايضا المصري البورسعيدي وبني عبيد وفوز المصر البورسعيدي 3-0 المقاولون العرب والشمس وفوز المقاولون العرب 3-0 أيضا وطنطة وحرس الحدود وخروج طنطة بهزيمة من حرس الحدود 2-0 ومصر مقصة والمريخ وفوز مصر المقصة أو حتى الآن تعادل إيجابي واحد واحد المباراة لسه شغالة حتى الآن أيضا لسه في مباراة النهاردة ختام لليوم الزمالك والمينيا وتأجلت هذه المباراة نص ساعة يعني احنا بنشوف إن شاء الله الأدوار الأولى ودور 32 بنسبة الكأس مصر وسخونة ممكن المفاجأة الوحيدة في هذا الدور هو خروج طلاعي الجيش من الجونة وهذيمة من فريق الجونة ولكن طبعا ما ذل طبعا الكأس مصر هيستمر هتشوف مفاجأات هتشوف فرق ممكن تكون بعيدة عن الأنظار ممكن تبقى متواجدة ولكن هدفنا الأول وإحنا بنتكلم هنا دائما عن فريق النادي الأهلي احنا كامل الطفية احنا زي ما أقول لكم احنا حاملين اللقب نتمنى إن شاء الله هذا الموسم يبقى تحقيق اللقب مرة أخرى عشان جمهير الأهلي جمهير الأهلي الصراحة بتبقى سعيدة بالبطولات وهدفها دائما البطولات بتستمتع جدا بفرقتها وبتحتفل بيهم في حالة البطولات احنا شوفنا طبعا الوقت اللي فات ممكن لحد ما خسرنا بطولة أفريقيا ولكن احترام الجمهور لفرقته كان كبير جدا نتيجة المجهود اللي عملوها الفريق على مدار البطولة وخصوصا في آخر ثلاث مباراة سواء بقى مباراة الترجي والنجم ثم الوداد كان فيه احترام كبير جدا من الجمهور اللي لعبته لانهما قدوا ما عليهم ولكن طبعا هو دي وهي دي كرة القدم قدر له ما شاء فعل فبالتالي نتمنى ان شاء الله من خلال البطولة وبدأتها وايضا عودة المرض الأحمر للدور الممتاز تكون جيدة ده اللي احنا نتمنىها الفترة القادمة ونطوي صفحة بطولة أفريقيا والتوجه بالأنظار لبطولة كأس مصص ثم الدور الممتاز بأمر الله هروح لفاصل تقرير عن دكتور كرم كردي واستقبله طبعا قديف كبير في قناة الأهلي ان شاء الله نستمتع بالحوار معه بأمر الله